السلام عليكم ورحمة الله في الحلقتين الماضيتين تحدثنا عن البيئة التي ظهر فيها القرآن من داخل النص القرآن نفسه باعتباره الكتاب العربي الوحيد الذي يشهد على عصر ظهور الإسلام وبحسب الكم الهائل الذي قدمه هذا الكتاب العربي المقدس من آيات تتحدث عن الأصنام والأوتان معظمها عن معبودات عصر إبراهيم الخليل والنبي إلياس والعرب من أنباط ومملكة تدمر وغيرهم في ظل وجود آية يتيمة في صورة النجم يمكن قبولها بإكراه على أنها تشير لمشمع قريش وليس للأنباط أو مملكة تدمر في المقابل يتحدث النص القرآني في آلاف الآيات عن بني إسرائيل وأهل الكتاب والملائكة والجنة والنار واعتبار النبي موسى شخصية محورية احتلت المرتبة الأولى في ذكر أسماء الأنبياء وطرحنا السؤال المنطقي كيف يخاطب القرآن مجتمعاً وثنياً في ظل زحمة الحديث عن هذا المعتقد أو العقائد الإبراهيمية وخرجنا بنتيجة فيد أن المجتمع الذي ظهر فيه القرآن مجتمعاً موحداً بالله في عقيدته يتكون من يهود ونصارى ومسيحيين وصابئة وغيرهم من أهل التوحيد اليوم نقدم نموذجاً عن هذه الثقافة التي ظهر القرآن فيها وأود البدء بقصة القرآن ونرى هل تعكس وتنية المجتمع الذي ظهر فيه أم ثقافة المجتمع الموحد بالله في حلقات سابقة من صندوق الإسلام مع الأستاذ حامد عبدالصمد وفي محاضرات بمنتديات ثقافية كنت قد تحدث عن قصة أهل الكهف في القرآن التي وصلت إلى محمد وأصحابه عبر الثقافة السوريانية اليعاقبة نسبة لماري عقوب سروجي واليوم نريد الدخول بعمق في هذه القصة والبحث عن المؤثرات المباشرة من الثقافة السوريانية على القرآن وبالمناسبة منذ سنة تقريبا أحد المفكرين المغاربة وكنت أعتبره من كبار الحركة التنويرية عندنا في المغرب تحداني أن أأتي بمخطوط واحد قبل القرن العاشر الميلادي يظهر تأثير الثقافة السوريانية على القرآن وهو بذلك متأكد من أنني لن أجد مخطوطا واحدا يدعم هذا الطرح فاستغربت من هجمته بالتحدي والتكفير وكأننا أمام شيخ من شيوخ السلفية فقدمت له ردا على هذا التحدي بتلت مخطوطات باللغة السوريانية بأرقامها العلمية وأماكن تواجدها تعود أحدتها للقرن السابع الميلادي أي وقت ظهور الإسلام وقد نقلت جريدة الشارع الثقافي التونسية مشكورة هذا الرد في مقال بعنوان جدل فكر ساخن في المغرب حول حرب المخطوطات اليوم نعود لهذا الموضوع ونغوص فيه كما قلنا لنرى التأثير المباشر من الثقافة السوريانية على القرآن كان للترات السورياني الوعدي واللوترجي أثرا كبيرا في المجتمع الذي ظهر فيه القرآن حيث يخاطب النص القرآني هذا المجتمع بقصص يفترض أنه أي المجتمع القريشي مطلع على تفاصيلها من خلال الفولكلور العربي اليهودي والمسيحي ومن بين هذه القصص قصة أهل الكهف التي جاءت في القرآن فأصحاب الكهف قصة لا تنتمي لأي كتاب مقدس قبل الإسلام نجدها فقط في الموروط الوعدي اللوترجي السورياني فإذا كان المجتمع الذي ظهر فيه القرآن كما هو شائع أي مجتمعا وثنيا في مكة فكيف يخاطب النص القرآني وثنيين بقصة مسيحية من الترات السورياني بخلاف لو كان هذا المجتمع يعترف بحقيقة وجود هذه القصة في موروثه الثقافي فيقدم القرآن نفسه كنص جدلي في حقيقة هذه القصة وكشف خباياها التي استعصيت على رجال الدين السوريان أنفسهم وإليكم التفاصيل أولا صورة الكهف صورة مكية هذا باعتراف علماء الإسلام تبدأ أحداث القصة من الآية 9 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إلى الآية 26 إذن هذا المجتمع المكي من المفترض أن يكون له الدراية ولو سطحية بهذه القصة التي جاءت في القرآن لأنه يقدم حقيقتها كما تفيد الآية 13 من سورة الكهف وتمهيدا للحديث عن حقيقة هذه القصة كشف القرآن عن هوية هذا المجتمع حين قال في الآية الرابعة ويندر الذين قالوا تخذ الله ولدا بمعنى أن المجتمع المكي الذي يخاطبه ويندره يقول إن لله ولدا وليس بنات كما تفيد التفاسير أي أن هذا المجتمع نصران بامتياز وذلك واضح كما قلنا في الآية 30 من سورة التوبة وقالت النصارى المسيح ابن الله نعود للقصة فالقرآن يصدق بهذه القصة العجيبة ويدكر عناصرها المركزية ففتيا آووا إلى كهف فارين بإيمانهم يطلبون الرحمة والحماية الإلهية ثم ناموا عددا من السنين في هذا الكهف فبعتهم الله من جديد لكي يكونوا عبرة ومعجزة لمن لا يصدق بالبعث والقدرة الإلهية ثم يفسر كيف لبثوا في هذا الكهف دون ضرر على أجسادهم أو رفاتهم بحركات الشمس التي تنحرف قليلا نحو جنوب فتحة الكهف عند الشروق وقليلا نحو الشمال عند الغروب طبعا هذه الحركة الشمسية اعتبرها معجزة إلهية من آيات الله كما جاء في الآية 17 ومن هذه الحركة تصحبها تقليب أجسادهم ذات اليمين وذات الشمال وكأنهم أيقاط ثم يأتي السياق على ذكر الحارس الذي كان يحرص رفاتهم وهو عبارة عن كلب بواسط دراعيه بالواسط وهنا نقف لحظة للتأمل أولا في القصة الأصلية السوريانية لا يوجد كلب هذا الكلب يحرص بل ملاك الرب فهنا بدأ الاختلاف في القصتين القرآنية والسوريانية فإذا قبلنا جدلا بهذه القصة كمعجزة يمكن قبول وجود ملاك يحرصهم بباب الكهف سنين عديدة لكن من الصعب قبول كلب يحرصهم مئات السنين فهل كلب كان نائما أم يقضا؟ فإذا كان نائما فكيف يمكنه أن يحرص رفاتهم؟ وإذا كان يقضا فمعنى أنه عاش مئات السنين والمعجزة أصبح هو بطلها وليست الفتية لتبرير وجود كلب بينهم فالروايات الإسلامية تقدم لنا عدة أخبار منها قول ابن عباس قال أكثر المفسرين قالوا إنهم هربوا أي الفتية ليلا من ملكهم فمروا براع مع كلبه فتبعهم على دينهم ومعه كلبه انتهى الاقتباس وفي رواية أخرى عن كعب الأحبار وهو بالمناسبة يهودي أسلم بعد موت الرسول هذا اليهودي يقدم لنا خرافة أخرى عن وجود هذا الكلب فقال مروا بكلب فنبح عليهم فطردوه فعاد ففعلوا مرارا فقال لهم أي الكلب ما تريدون مني؟ لا تخشوا جانبي أنا أحب أحباء الله فناموا حتى أحرسكم انتهى الاقتباس انظروا كيف تنشأ الخرافة لتبرير أخطاء حصلت أثناء تنقيط كلمة كافلام نبرها ميم نكتفي بهذا القدر ونكمل كيف أخطأ القراء في قراءة كلمة كلبهم ثم نقدم تفاصيل دقيقة عن القصة السوريانية وسوف نرى مدى تأثيرها على النص القرآني وإلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر